للمزيد حول التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله اللبنانية إذا تنضم إلينا من بيروت دكتورة إيمان شويخ الكاتبة والمحللة السياسية بداية إصرار إسرائيلية قوده نتنياهو وتأييد أمريكي معلن ومبطن لا يخلو من بعض التصريحات التي مجرد لحفظ ماء الوجه وهجوم مزمع على حزب الله في لبنان كيف ترين شكل الهجوم الإسرائيلي المحتمل وهل قد يكون الشرارة للحرب الإقليمية التي يتخوى في جميع منها صباح الخير لك لجميع المشاهدين طبعا لا أعتقد أن هناك مؤشرات حرب شاملة لا يريدها أولا نتنياهو رئيس المزراء الإسرائيلي بعدما سنزف في غزة ولا أيضا تريدها أو لا يريدها حزب الله ومن يقف وراء هاتين القوتين المتصائعتين على الأرض أي واشنطن وطهران لماذا أولا يعني المؤشرات أو السيناريوهات التي قد نكون عليها اليوم والتي هي ربما ستقود إلى المفاوضات وبالتالي إلى الهدف الأساسي لنتنياهو وهو تغيير الوضع القائم منذ عشرة أشهر يعني منذ فتح الجبهة في الثامن من أكتوبر نتنياهو اليوم ربما إذا بحثنا في الضربة التي حصلت على مجد الشمس ونفي حزب الله لم يتبنى أحد هذا الصاروخ الذي سقط في هذه القرية بالتالي هناك قطبة مخفية قد يكون وراء هذه القطبة إسرائيل أو نتنياهو من أجل تحوير الأنظار عن اتهام إسرائيل بارتكام مجازر حرب من قبل المحكمة الدولية وإضافة طبعا إلى التملهل من قبل الرأي العام الغربي والإسرائيلي وأيضا الأمريكي فشل نتنياهو في إدارة هذه الحرب ربما هذه فرصة أو هذه ذريعة اخترعها نتنياهو بعيدة زيارته إلى واشنطن من أجل الوصول إلى واقع مختلف الآن لدى نتنياهو كل الحق بأن يرد على هذه الضربة وبالتالي هذا الأمر ربما نكون أمام سيناريوهات مختلفة من هذه السيناريوهات أولا يتوقع نتنياهو أن يستبق حزب الله الضربة الإسرائيلية المرتقبة التي بات حزب الله يعلم أن هناك ضربة إسرائيلية كما أيضا اللبنانيون إضافة إلى المستوى السياسي والمجتمع الدولي أن هناك ضربة إسرائيلية وبالتالي يتوقع نتنياهو أو يعتقد أنه قد يبادر حزب الله إلى استباق هذه الضربة والخشية من هذه الضربة وهول هذه الضربة بالتوسط لدى الوسطاء الذين كانوا يعملون على التسوية ومن بينهم طبعاً المقبوض الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين هذا هوكستين هذا الأمر طبعاً يصد في مصطحة نتنياهو الذي لا يريد اشتعال جفهة الشمال أكثر وبالتالي يذهب إلى المفاوضات ويتنازل حزب الله السيناري الثاني أن لا يولي أهمية حزب الله لمثل هذه التهديدات وبالتالي يترك إسرائيل تقوم بما تشاء من عمليات ليرد الحزب بالمقابل بضرب بنك أهداف لا أحد يعلم ما هو هذا البنك الذي طبعاً يعقب نشر حزب الله لفيديو الهدهد الذي يصور مناطق حيوية جداً في إسرائيل وخاصة منصات الغاز هذا الأمر إذا ما حصل طبعاً سيعيد إلى المربع الأول وإلى قواعد الاشتباك وإلى الرد والرد المقابل وبعد ذلك ربما تتحول إلى حرب استنزاف على غرار ما هو حاصل منذ عشرة أشهر لكن السيناريو الثالث هو أنه إذا ما كانت فعلاً الضربة الإسرائيلية قوية جداً كاستهداف بنية تحتية مدنية المطار أو المرفع كما قيل أو الطرقات والجسور أو استهداف المدنيين والقيام بمجازة لا سمح الله هذا الأمر طبعاً سيؤدي إلى اشتعال الحرب والذهاب إلى أيام من القتال ربما على غرار ما حصل في حرب تموز 2006 التي اتهت بصدور القرار 17-01 قد يكون هذا السيناريو مطروح وبالتالي سيغير الواقع لأن الجانبين سيبحثان عن نهاية لهذا القتال ولهذه الحرب وسيكون هناك توسط من قبل أو تطبيق للتسوية التي هي شبه مكتملة وهي الآن مع آموس هوكستين وبالتالي ينتهي الوضع على الشمال وتعود الأمور إلى ما كانت عليه ولكن هذه السيناريوهات يمكن طبعاً أن تكهن بمدى تطبيقها بعد أن تتحول إذا ما تحولت فعلاً إلى حرب أو انتهت بحرب استنزاف أو بمفاوضات هل فعلاً حزب الله سيقبل بفك الارتباط عن جبهة غزة؟ لا شيء يشي بأن إيران اليوم اتخذت أي قرار بموضوع إغلاق جبهة من الجبهات التي فتحتها والدليل على ذلك أنها استثمرت في الأسابيع القليلة بورقة الحوثيين وكان هناك ضربة على تل أبيب وردت بالمقابل إسرائيل وهذا يعني أنه لا يوجد أي بوادر بموضوع فك الجبهات أو عدم توحيد الساحات التي تتبعها أو الذي يتبعها طبعاً محور الممانعة لذلك أنا برأيي ولكن أيضاً في الموازات هناك سعي إيراني حاتيث وبعد انتخاب الإصلاحي مسعود بيزيشكيان أن يتم إجراء صفقات ربما أو تسويات مع إدارة جو بايدن التي تعتبرها إيران اليوم وخاصة المرشد الأعلى الذي يعود القرار بشكل أساسي له أن يتم إبرام تسويات قبل نهاية عهد بايدن لأن العلاقات بين إيران ودونالد ترامب المرشح الجمهوري طيب دكتور هناك نقطة معينة حضرتك ذكرتها أن كل ما يفعله نتنياه ويطمح إليه هو تغيير الوضع بالنسبة إليه ما الربط بين ما يحصل مع حزب الله والحرب في غزة ولو حصل فعلاً تسويات إلى أين ستذهب هذه الحرب في غزة وفي لبنان هو للأسف هذا هو هذه هي نقطة ربما الخلاف وهذا ما تسعى إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغييره أي فصل الجبهات وفصل جبهة لبنان التي هي مختلفة كلياً عن جبهة غزة ولكن لحد هذه اللحظة وحتى لو حصلت أعتقد الضربة اليوم الإسرائيلية على لبنان لا أعتقد أن حزب الله بوارد أن يفك الارتباط مع جبهة غزة لأنه ضمن عقيدة حزب الله أن هذا الجبهة هي جبهة مساندة وهو لا يريد أن يترك حماس وحيدة إلا إذا حصل اليوم اتفاق بين حماس وإسرائيل وهناك مؤشرات تقول أنه ربما يكون ثمت تطبيق للمقترح الأمريكي الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن إذا ما حصل هذا الأمر بالتزامن مع التهدئة في الجنوب واستيعاب هذه الضربة قبل أن تحصل وقبل أن تخرج الأمور عن السيطرة لأن الجميع اليوم يعرف أنه إذا ما قامت إسرائيل بهكذا الضربة واستهدفت بيروت أو الضحية الجنوبية حينها سنكون في سيناريو مشابه تماماً لحرب تموز التي امتدت إلى حرب واسعة شملت كل لبنان طبعاً بشكل أساسي الضحية الجنوبية ذات القاتلين الشيئة وهو ما لا نتمناه وأشكرك شكراً جزيلاً دكتور إيمان شويخ الكاتبة والمحللة السياسية كنت معنا من بيروت